أكد وزير النفط ووزير الكارباي والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل في اتصال سابق مع تلفزيون دولة الكويت على أهمية الدور الاستراتيجي الذي لعبته منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على مدى ستة عقود ماضية بداية اليوم يتزامن اليوم الموافق 14 سبتمبر 2020 الذكرى رقم 60 لإنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك هذه المنظمة التي كان لها دور كبير جدا في استقرار وضمان ثبات الأسواق النفطية على مدى عقود تأسست هذه المنظمة انطلاقا من اجتماع بغداد في 14 سبتمبر 1960 بمشاركة الدول الخمس الكويت والمملكة العربية السعودية الجمهورية العراقية جمهورية إيران الإسلامية وبندولة هذا الاجتماع تمقض عنه إنشاء فكرة إطلاق منظمة أوبك التي تعتبر من أقوى المنظمات الموجودة عالميا لما لها من دور وتأثير مباشر على الاقتصاد العالمي المتمثل في المحافظة على استقرار الأسواق النفطية طبعا من الجدير بالذكر بأن هذه المنظمة بالإضافة إلى دورها الواعد والكبير كان لها الأمين العام الأخ محمد باركندولي هو الأمين العام الحالي وفي كل لقاء يستذكر الكلمات الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلى أرض الوطن سالم مشافة معافة حيث كان له بعض الكلمات الحكيمة التي أعطاها كنصائح ذهبية للأخ الأمين العام في بداية انطلاق دورها كأمين عام لهذه المنظمة وقام سيدي صاحب السمو بعمل عدة اتصالات لضمان استمرار وجود أصوات الدول المشاركة التي هي اليوم 13 دولة مشاركة في هذه المنظمة ليكون هناك صوت موحد حيث أن قرارات منظمة أوبك يجب أن تتخذ بالإجماع وليس بالأغلبية ترجمة نانسي قنقر